المرحلة اللي هي بيقلقها هو بياخد انتخابات داخل حزبه مع منافسين لي داخليا لترشيح الحزب لي هو وبعد ما يتم ترشيح الحزب لي هو يمكن حتى في القوانة الأخيرة سمعنا أنه الحزب الجمهوري ما كانش راضي عن أداء دونالد ترامب بعد ترشيحه وناس كتيرة جدا هتذهب لتصويت للديموقراطية هيلاري كلينتون وده كان برضو شيء فارغ وبالتالي المرحلة اللي بعد كده هي مرحلة المؤتمرات القومية القومية بيذهب المرشحين للولايات والولايات الأكثر تأثيرا وهو خمس ولايات هما يعني موجهة نظري أو يمكن يعني الناس كلها بتجمع على ذلك يمكن كاليفورنيا من كاليفورنيا أوهايو نورد كارولاينا شيكاغو في فلوريدا فلوريدا ما قدرش ننساها ليه لأنه نظام التصويت حركت تفضلتي قلتي 270 صوت هو 270 صوت زائد واحد نص زائد واحد بالضبط كده ده اللي فرق مثلا مع جورج بوش جورج بوش عام 2000 بالضبط لأنه هو نظام التصويت وفقا لكل ولاية عدد سكان هذه الولاية بتتمثل في نسبة محددة من النواب داخل الكونجرس ايو اوكي فلما نيجي نقسمها هنلاقي 270 أو 538 تفرق ازاي بمعنى أنه لو مرشح